السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في تقويم الوحدة الخامسة نص لانطلاق الروبوت في المستقبل إذن الروبو أو الروبوت أو الإنسان الآلي في المستقبل إذن بداية سنقرأ النص تابع معي لعل من أبرز التحديات التي تواجه الإنسان اليوم خاصة داخل المجتمعات التي قطعت أشواط بعيدة في مجال العلم والتكنولوجيا الرقمية هو التطور الكبير والمتسارع لصناعة وبرمجة الروبوتات الذكية لم يعد التفكير اليوم منصبا على الوظائف التي يجب أن تضطلع بها الروبوتات والحيز الذي يتوقع أن تأخذه في حياة البشر ولكن أصبح التفكير الآن فيما هو أكبر وأخطر إنه توقعات العلماء بخصوص الثورة الكبيرة لصناعة الروبوتات وهي الثورة التي يمكن أن تغير نمط حياتنا وطريقتنا في العيش لقد أصبحت الروبوتات تستخدم اليوم في أصعب الأعمال وأهمها مثل الطب لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة وفي الخدمات العسكرية مثل الكشف عن الألغام والطائرات دون طيار بالإضافة إلى أنها باتت اليوم أساسية في الصناعات الدقيقة وكذا في تطوير الفلاحة وتربية المواشي من هنا بدأ العلماء يفكرون في المستقبل التكنولوجي المحتمل للروبوتات وإمكانية قدرتها على التمييز بين الخطأ والصواب فيما تقدمه لنا من خدمات وهذا ما جعل العاملين في هذه الصناعة الذكية يطورون الذكاء الصناعي لمواجهة هذه التحديات المحتملة إذن هذا هو النص وطبعا فهو يتحدث عن تطور صناعة وبرمجة الروبوتات حيث صارت تحديا حقيقيا ومهما يواجهه الإنسان اليوم كذلك النص أيضا يتحدث عن توقعات العلماء بخصوص الثورة التكنولوجية الكبيرة لصناعة الروبوتات بالإضافة إلى استخدامات هذه الروبوتات في مجال الطب وفي الخدمات العسكرية وفي الفلاحة وما إلى ذلك من المجالات بالإضافة إلى تفكير العلماء في المستقبل التكنولوجي المحتمل للروبوتات وإمكانية قدرتها على التمييز بين الخطأ والصواب فيما تقدمه لنا من خدمات إذن عموما سنشرع في إنجاز الأنشطة المتعلقة بهذا النص لدينا أولا أستخرج أفكار النص الأساسية إذن سنستخرج الأفكار الأساسية لكل فقرة من فقرات هذا النص وهو يتكون من أربع فقرات إذن الفقرة الأولى إذن لعل من أبرز التحديات التي تواجه الإنسان اليوم خاصة داخل المجتمعات التي قطعت أشواطا بعيدة في مجال العلم والتكنولوجيا الرقمية هو التطور الكبير والمتسارع لصناعة وبرمجة الروبوتات الذكية إذن طلاقا من هذه الفقرة نسجل كفكرة أساسة تطور كبير ومتسارع لصناعة وبرمجة الروبوتات الذكية واعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الإنسان اليوم ثم الفقرة الثانية لم يعد التفكير اليوم منصبا على الوظائف التي يجب أن تضطلع بها الروبوتات والحيز الذي يتوقع أن تأخذه في حياة البشر ولكن أصبح التفكير الآن فيما هو أكبر وأخطر إنه توقعات العلماء بخصوص الثورة الكبيرة لصناعة الروبوتات إذن توقعات العلماء بخصوص الثورة الكبيرة لصناعة الروبوتات الروبوتات ودورها في تغيير حياة أو نمط حياتنا وأسلوبنا وطريقتنا في العيش ثم الفقرة الثالثة لقد أصبحت الروبوتات تستخدم اليوم في أصعب الأعمال إذن طبعا تستخدم في الطيب تستخدم في الخدمات العسكرية في الفلاحة وما إلى ذلك إذن الفقرة تتحدث عن استخدامات الروبوتات في عصرنا الحالي في عدة مجالات ثم الفقرة الأخيرة طبعا من هنا بدأ العلماء يفكرون في المستقبل التكنولوجي المحتمل للروبوتات إذن تفكير العلماء في مستقبل التكنولوجيا أو الروبوتات التكنولوجيا وقدرتها أو مدى قدرتها على التمييز بين الخطأ والصواب فيما تقدمه لنا من خدمات إذن عموما يمكن أن نحدد أفكار النص الأساسية كما يلي إذن الفقرة الأولى لدينا تطور صناعة وبرمجة الروبوتات الذكية أصبح تحديا حقيقيا يواجهه الإنسان اليوم ثم الفقرة الثانية توقعات العلماء بخصوص الثورة الكبيرة لصناعة الروبوتات ودورها في إمكانية تغيير نمط حياة الإنسان الفقرة الثالثة تحدثت عن استخدام الروبوتات اليوم في شتى مجالات الحياة أما الفقرة الأخيرة فكفكرة أساس لها تفكير العلماء في المستقبل التكنولوجي وتطوير الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المتوقعة إذن هذا فيما يخص أفكار النص ثم السؤال الثاني أبدأ رأيي في لقد أصبحت الروبوتات تستخدم اليوم في أصعب الأعمال وأهمها وأعلق عليه إذن طبعا فنتفق مع الكاتب على أن الروبوتات أصبحت اليوم تستخدم في أعمال صعبة وأعمال مهمة وأعمال الشاقة وتقوم بها بدلا من الإنسان لكن كتعليق على استخدام هذه الروبوتات يمكن أن نقول على أنها لا يمكن أن تقوم بجميع المهام بل يمكن أن نعتمد على الذكاء الاصطناعي فقط في مجالات ومهام معينة لماذا؟ لأن هناك بعض الأعمال التي تحتاج إلى توظيف قدرات عقلية ودهنية كثيرة أيضا تحتاج أن يكون إنجاز تلك المهام مرتبطا بتوظيف المشاعر والأحاسيس وهذه المشاعر والأحاسيس فالآلات تفتقدها الآلات جافة مبرمجة تقوم بأعمال معينة دون أن تخضع للمشاعر والأحاسيس أو للقدرات الذهنية والمهارات العقلية وما إلى ذلك إذن عموما يمكن أن نبدي رأينا في هذه الفكرة كما يلي سنقول مثلا أتفق مع الكاتب في هذا الكلام فالروبوتات فعلا صارت تستخدم حاليا في مجموعة من الأعمال الصعبة وفي عدة مجالات لكن أعتقد أنها عموما لا يمكن أن تقوم بجميع المهام حيث يصعب الاعتماد فيها فقط على الذكاء الاصطناعي لماذا؟ لأنها تحتاج أكثر إلى توظيف القدرات العقلية والمشاعر والأحاسيس التي تفتقدها الآلات إذن هناك أعمال تحتاج قناة لتوظيف القدرات العقلية والمشاعر والأحاسيس ننتقل الآن للضواهر اللغوية نبدأ بالصرف والتحويل أصوغ جمعة تكسيري من الأسماء الآتية دكان شجارة سهم ورجل إذن هذه الكلمات سنصوغ جمعة تكسيري منها كما يلي إذن دكان فهي تجمع على دكاكينق إذن دكاكينق ثم شجارة فجمعها هو أشجار إذن أيضا جمع تكسير أشجار وسهم إذن سهم يمكن أن تجمع على سهام إذن سهام أو أسهم وكلاهما فهو جمع تكسير رجل فطبعا تجمع على رجال أيضا جمع تكسير نمر للتراكيب إذن أحدد التمييزة في الجملتين الآتيتين وأعربه إذن الجملة الأولى لدينا قرأت عشرين قصة إذن قرأت عشرين ماذا عشرين قصة إذن المميز هو عشرين والتمييز هو قصة إذن سنحيطه بخط مغلق أو نضع تحته سطر إذن قصة فهو تمييز وهو تمييز يدل على عدد على عشرين والتمييز الذي يدل على عدد أو كيل أو وزن أو مساحة فهو يكون تمييزا ملفوضا إذن قصة فهو تمييز ملفوض منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ثم الجملة الثانية إزداد المتعلم أدبا إذن هنا لدينا إزداد المتعلم إذن هذه الجملة فهي جملة المميز ونحتاج إلى كلمة لرفع اللبس والإبهام عن هذه الجملة فنقول إزداد المتعلم أدبا وبالتالي فأدبا هو تمييز وهو لا يدل لا على كيل ولا على وزن ولا على مساحة ولا على عدد وبالتالي فهو تمييز ملحوظ ومميزه يكون عبارة عن جملة إزداد المتعلم كلها جملة المميز إذن هذا تمييز ملحوظ أيضا منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره إذن عموما الكلمتين أو تمييز في الجملتين سنعربه كما يلي إذن قلنا قصة فهو تمييز ملفوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ثم أدبا تمييز ملحوظ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ننتقل الآن لإعراب هذه الجملة أقبل الأطفال كيف يبتسمون إذن كيف أقبل الأطفال؟ أقبل الأطفال يبتسمون إذن عندما نطرح السؤال بكيف فإننا نسأل عن الحال وبالتالي فالجملة التي تجيبنا عن هذا السؤال هي يبتسمون فهي جملة حالية وهذه الجملة وصاحب الحال هو الأطفال هم الذين أقبلوا يبتسمون وهذه الجملة فسنعربها كما يلي إذن أقبل فهو فعل ماض مبني على الفتح الأطفال فاعل مرفوع بالضم الظاهرة على آخره يبتسمون هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمر متصل مبني في محلي أرفعين فاعل والجملة الفعلية التي يبتسمون في محل نصب حال أو في محل نصب أو جملة حالية إذن سنعرب هذه الجملة كما يلي إذن أقبل فعل ماض مبني على الفتح الأطفال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره يبتسمون قلنا هدفع المضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة إذن هدوه الجماعة هذه ضمير متصل مبني في محل رفعين فاعل إذن هو الفاعل والجملة الفعلية لهي يبتسمون في محل نصب حال إذن هي جملة حالية ننتقل لمكون الإملاء إذن لدينا أتم الكلمات الآتية بهمزة متطرفة إذن لدينا ماء إذن ماء سنكتب الهمزة على السطر لماذا؟ لأنها مسبوقة بسكون ميت هو الألف ماء ثم قارأ إذن هنا الهمزة المتطرفة ستكتب على الآلف لماذا؟ لأنها مسبوقة بفتحة الهمزة المتطرفة دائما تتحكم فيها حركة الحرف الذي قبلها الحرف الذي قبل منها إذا كان مفتوحا مثل قرأة فهي تكتب على الآلف أما إذا كان ساكنا سواء سكون حي أو ميت تكتب على السطر دف أون إذن لاحظوا الهمزة المتطرفة هنا مسبوقة بسكون حي هو هذا اللي فوق الفأ إذن دائما عندما تكون مسبوقة بسكون تكتب على السطر سنكتبها هكذا دف أون ثم أضاء أق إذن هنا مسبوقة بسكون ميت بحل لدينا في ماء أون إذن سنكتبها على السطر هكذا أضاء ثم هنا أخيرا بؤبؤن إذن هنا لاحظوا الحرف الذي قبلها مضموم إذن عندما يكون الحرف الذي قبلها مضموم تكتب على الواو إذن بؤبؤن هكذا وإذا كان ما قبلها مقصور تكتب على الياء نمر الآن لمكون الكتابة لدينا الشكل أشكل ما يأتي سنشكل هذه الكلمات لم يعد أيضا التفكير ثم الجملة بدأ العلماء يفكرون في المستقبل التكنولوجي إذن لم يعد لم يعد في النص إذا رجعنا للنص شنو كالقاو كالقاو لم يعودي التفكير بحيث هنا هذا الفعل المضارع المجزون فهو التقى ساكنان السكون دي لفوق الدال والسكون اللي عندنا هنا يتفكير فإذا التقى ساكناني فتصير ما سابق لذلك سنقوله لم يعودي إذن لم يعودي لم يعودي لم يعودي التفكير إذن لم يعودي التفكير هكذا ثم الجملة عندنا بدأ إذن بدأ بدأ العلماء يفكرون في المستقبل في المستقبل التكنولوجي هكذا سنشكل هذه الجملة ثم بعدها لدينا في التعبير الكتابي إذن هذه الكلمة والجملة راشكناهم في النص ونفس الشكل سيكون حتى هنا إذن التعبير الكتابي أعيد كتابة النص بأسلوبه الخاص مستعينا بأفكاره الأساسية مع تعزيزه بالإشارة إلى الأخطار التي تهدد الإنسان عند استعمال التكنولوجيا إذن سنعيد كتابة النص بأسلوبنا الخاص انطلاقا من الأفكار الأساسية التي استخرجناها سابقا ثم سنضيف أو سنشير إلى الأخطار التي تهدد الإنسان عند استعمال التكنولوجيا وفي هذا الصدد يمكن أن نعيد كتابة النص بأسلوبنا الخاص كما يلي سأقدم لكم هذا النموذج وهو يتضمن الأفكار التي استخرجناها سابقا بالإضافة إلى الأخطار التي تهدد الإنسان عند استخدام التكنولوجيا إذن يمكن أن نعيد كتابته بأسلوبنا كما يلي سنقول مثلا أصبح الإنسان اليوم يواجه تحديات كبيرة ويبقى من أهمها التطور الهائل الذي عرفته صناعة الروبوتات الذكية وبرمجتها وهو ما جعل العلماء يفكرون في مدى قدرة هذه الروبوتات على تغيير نمط الحياة وأساليب العيش لقد أصبح هذا النوع من التكنولوجيا يستخدم في أصعب الأعمال وفي شتى المجالات كالطب والخدمات العسكرية وميدان الزراعة وغيرها وأمام الطلب المتزايد عليها صار تحكير العلماء منصبا حول المستقبل التكنولوجي وتطوير الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المنتظرة إذن هنا نكون قد أعدنا كتابة نصب أسلوبنا الخاص الآن سنتحدث عن الأخطار التي تهدد الإنسان عند استخدام التكنولوجيا سنقول مثلا إن الاستخدام العشوائي والمبالغ فيه للتكنولوجيا يمكن أن يعرضنا لعدة أخطار منها توقف القدرات الذهنية والعقلية عن التطور وعدم توظيفها لحل مجموعة من الوضعيات التي نجد أنفسنا فيها بسبب كثرة اعتمادنا على التكنولوجيا إضافة إلى تأثيرات صحية كالخمول وفقدان الرغبة في العمل والحركة إذن هنا من بين هذه الأخطار قلنا يمكن أن يعرضنا الاستخدام العشوائي أي المبالغ فيه وغير المنظم للتكنولوجيا لعدة أخطار منها توقف القدرات الدهنية والعقلية عن التطور إذن عندما لا نستعمل ونستخدم قدراتنا الدهنية والعقلية فإنها طبعا ستتوقف عن التطور وأيضا عند عدم توظيفها لحل مجموعة من الوضعيات التي نجد أنفسنا فيها إذن وضعيات نجد أنفسنا فيها نعتمد على التكنولوجيا نعتمد على التكنولوجيا فقط وهنا أيضا ستتأثر قدراتنا الدهنية والعقلية إضافة إلى أخطار أخرى مرتبطة بتأثيرات صحية مثلا الإنسان يميل إلى الخمول والكسل وفقدان الرغبة في العمل والحركة إذن هذا كل ما يتعلق بهذا التقويم شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر